وذي كفا تبع الموجة المكالف بالإعلام في وزارة التربية ستاليف تلميذ مترشح لامتحان السيزيام للنوفيام سامحني ما حضروش وحوالي عشرة الاف مترشح للسيزيام ما حضروش زيدا عندكم فكرة على الملف هذية وعلى التخوف متاع الأولياء وشنوه معناه؟ رغم دوركم في انجاح حواليات الانجاح بالنسبة للسيزيام والنوفيام طبعا مناظرات هذي اختيارية ومهيش امتحان مرور يعني مش اكزاماندو باساج معناه ما تعديهش لسنة اللي يعديه من سنة لسنة هو... فتخليوا عليها فهم عادة هي اختيارية ويمشوا لها الراغبين في التوجهة الاعدادية النموذجية ولا المعاهد النموذجية وحتى في السنوات الاعتيادية رغم كانت نسبة الغياب ربما مهيش الرقم هذا معناه السنية اعلى من العادة شوي وكان متوقع ره احنا هي اختيارية مع بعض ما خاوف لولياء يخافوا على أولادهم وبناتهم مع انها اختيارية وكما قلت مهيش امتحان مرور من سنة لسنة فكان متوقع وانا اعتقادي نسبة الغياب هذي مهيش مهيش مجاوزة برشا للعادة نعم معناه في عام مستثناء كما سنة متوقع عادي جدا انه تقريبا ستة الاف تلميذ من نوفيام وعشرة الاف مستثناء ايه ايه اعادي دخول معهد نموذجية سنة فما جديد فيه والألافة ما تبدلوا معناه الكريتير والموايين اللي بشي تخل به المعادة نموذجية ثم دو كريتير والدو كريتير اهنا ما فيهمش اشكال قانوني اذا كان في سنوات سابقة صاري اشكال قانوني لان امكاننا ما تعارضوا المعيارين تعارضوا المعدل وطاقة الاستيعاب السنة نصنا القانوني واضح تعاقد بيننا وبين الولدات والبنيات اللي عدوا ووليهم واضح السنة عنا شرطين محددين ما اقلش من معدل الخمس سنة وطاقة الاستيعاب متاع المعاهد والاعددية ولي اعلننا عليه هبطناها للعموم معنا حد شي مخبي عنا حد شي مخبي هبطنا منا في طاقة الاستيعاب معه خمسطاش معدل ومعه تليم ذا اللي مجاوش في السنة للامتحانات ستة الاف تلميذ في النبي ممشيوش دونك اوتوماتيك مو طاقة الاستيعاب نجم تستعب لا هو تنجم لا تنجم لا معديش تقدير دقيق تنجم لكن احنا في نهاية الامر مش فقط عنا المحدد رو طاقة الاستيعاب عنا المحدد خمسطاش اي اما كتلقى عدد كبير متليم ذا جايبين فوق الخمسطاش طاقة الاستيعاب ما تتحملش زي دا مش نجمو تحطو اكثر لان هكذا قلت عنا بين طاقة الاستيعاب والخمسطاش اذا كان نهار طاقة الاستيعاب ما تكفيش نجمو تخطو للسطاش مثلا تحيو الخمسطاش تطلعو للسطاش يتناظروا تلامد على اساس المعيارين وفي الخير فليتنافس المتنافسون واضح جدا خلي نتحطو شوية على بعض المواضيع اللي كان ديما ترافق معناها وزارة التربية والاشكاليات اللي تنجم تطرح معاها في مخص العودة المدرسية سيد لاسعد كتب عامل جامعة العامة للتعليم الثانوي قالوا انو الابقاء على تاريخ خمسطاش سبتمبر العودة المدرسية هو الانسب للجميع لانو الامتحانات توفى في الاسبوع الول من شهر اوت وعدد من المدرسين باش يصلحوا لصلاحة الامتحانات وبالتالي فانو الاسابيع ثلاثة المتبقية لن تكفي الاعداد للعودة المدرسية وبالتالي يراوى انو تحديد العودة المدرسية يجب تكون خمسطاش سبتمبر بصفة عادية علما انو انو انتي كنت صراحة انو تنجم تكون العودة في واحد سبتمبر باش يصير تلافي اكال النقص اللي صار للتلايم ذا في العام اللي فات لا هو انا للدقة ما صراحتش حتى لو صراحت ربما بالصيغة اللي قلت عليها انتي قلت يمكن فيه تار ممكنات معنا شوف الوزارة التربية لحد الان لم تقرر متى ستكون العودة المدرسية احنا نشتغل الان ونعمل على اساس عودة مدرسية عادية اش مانا عودة مدرسية عادية احنا شنو جديد عندنا جديد عندنا السناء بالمقارنة مع المعودات السابقة وعننا عندنا متخلط بالذماء عندنا دين لازم نخلصوه شنو هالدين اللي لازم نخلصوه ان في الاقسام الاعتيادية اللي انهينا فيها السنة الدراسية وفق معدل الثلاثيتين ثم معناها جزء من البرنامج لم يقع انجزه ثم معناها جزء من التعلمات لم يقع تسجيده ثم نوع من الكسر او نوع من الفجوة في التعلمات هذا يجب ان نتداركه لان العملية التربوية تبنى على بعضها البعض هذا من التزمين بيه في الوزارة معناها النقص اللي صار سنية رانو بنسددوه العام جاي نسددوه العام جاي وقتاش يكون الانطلاق بالضبط كيفاش نتصرفه في العطل وقتاش يكون نهاية السنة دراسية وقتاش قره تقريبا سيد الوزير هو انا تقديري مركزينته في الامتحانات تقديري معناها احنا روح على فكرة اللي جان التقنية والليجان البداغوجية في التعليم اليداية والثانوية تشتغل يعني يخدموا يخدموا على التصورات وايضا حتى التشاور مع النقابات قايمة على قدم وساق منا ما حبستناش الامتحانات اما تركيزنا الاكبر الان هو على الامتحانات انا في اعتقاد ينكملوا الامتحانات وتولي الرؤية واضحة في العودة المدرسية بالنسبة للترسيم عن بعض اللي ترعب احد الاشكاليات الجملة من التلام ذا وغيره على اعتبار وانه مش الناس كل عندها الامكانيات باش تعمل عملية الترسيم على البعد هذي والمشكل في استعمال الكارتة والحصول عليها زادة زادة الشيء اللي باش يخلينا نوصلوا لحالات الاكتظاد اذا كان مش على الترسيم اكتظاد على الكوارتة ذو ما اللي باش يعملوا بهم الترسيم عن بعض وغيره تفضل كتوش يحولوا للنقاط هذي انا كوارت الكوارت ربما على الترسيم اللي ما زال مبداش ما ينزال ترسيمي مو عن نزل تسجيل عن بعض تعدى مو البداية ومبعد ياخذوا كارتة بشي سبوا بها مش ضروري مازلنا ندرسه في السياغة التقنية مش ضروري في كل حالات احنا في التسجيل عن بعض اللي عملناها في التحذير وفي السنة اولى معناها عمليات التسجيل اعتبرناها تسجيل اولي لا تمنع من انه ينجم يتناقل بصيفة جسدية بالضبط لا ولا يمنع الاعتراق لا يمنع الاعتراف على قاعدة شهدت الاقامة او شهدت السكن به واضح اذا اللي حبيت نقولها على التسجيل عن بعض عموما اولا الوزارة ماشية في خيار الرقمنة وهذا خيار استراتيجي بالنسبة لنا خيار الرقمنة والاستفادة من الثورة المعلوماتية احنا مضابينا معناها نمشو فيه حقيقة وبينت الكورونا انه ضرورة مش حتى مش حتى هي بينت انه ضرورة ولكن بينت زادة وانه فما معناها الامكانيات مش متاحة للناس الكل بالفعل في انه معناها حتى اطاحت ممكن مبدأ مهم جدا في تونس اللي هي مجانية التعليم واللي هي لداء المساوات بتاع التلميذ امام الحق فيها في التعليم اللي للأسف ناس قاعدت تقرأ ونس ما قرأتش مدزيم تخيميس لا وعلش وزارة التراب اللي بدت لي بعض الناس كانها محافظة قالت لا ما تماش حاجة نظامية اسم التعليم عن بعض خطر اولا البنية التشريعية عندنا مش حاضرة والبنية اللوجستية اللي عندنا ما تضمنش تكافه والفرص حافظنا عليه المادة ولكن هذا لا يمنع انه كان فما عدم تكافه للفرص على الاعتبار وانه فما تلمذة اللي يقرأوا في الخاص قاعدوا يقرأوا على لا مقروش في الخاص لا اللهم تجاوز بالانترنت نحكي يعني يقرأوا عن بعد كلها ليست بديل والتلمذة اللي في ديارهم في العمومي حتى في العموم يبادروا بعض المربيين وبعض السادة والوزارة يبدأ باش فيسبوك وغير لا لا حتى احنا منصاتنا الافتراضية اشتغلت عن موضوع والتلفزة التربوية اشتغلت عن موضوع لكن ما اعتبرنا هاش بديل على الدرس الحضوري هكا ليش مثلا في التاسعة والسادسة عودنا كيفنا الاختبارات كانت على العام كامل عودنا كيفنا على ثلاثيتي وابقت الدروس هيك نعمل مرافقة والاسناد بيصيرش بيقلقش عما في الاختبارات لم يختبر يعني المدارسة الخاصة ما قررتش عن بعد ايامات الكورونا ايامات الحجر اش قروا قروا الثلاثي لو لو الثاني حتى العمومي قرين الثالث نحكي على الثالث ايه الثالث لم نختبر فيه تلام ذا وتلام ذا الخريب بنعاوض هلهم العام جاي فهمتي دونك عملنا في رواج سيد الوزير ما عاش نحكي على الاعوام النهائية ولا على انتحانة الوطنية لا لا ما عاش نحكي على التاسعة والساتس انا نحكي على مبدأ تكافؤ الفرص بيما عندك تلميذية خراف الخاص خرافي دارهم بالابليكاسيون بتعزوم وفما صغار مقرأ وش هنخترهم في العمومي الصغار اللي مقروش المؤسسة العمومية ودولتهم وحكومتهم التزمت لهم ان الفراغ والنقص اللي صار سيسدد السنة القادمة فهمت البقصود مانا ثم مش كون قريح حاجة اخرى من باب الاضافة مانا منعاش لكن في كل بالضبط لا مانا منعاش اللهم بمعنى تجاوز الرزنام والقرارات اللي عملتها الوزارة رو بعثنا متفقدين دارين لبعض معاها تخاصة وروا بعض معاها تخاصة ستتعرض للعقوبات رو بش كون ورحين فيما يخص شنو فيما يخص تجاوز ما قررته الوزارة مثلا تقرر شنية تجاوزات لبلغتكم او لتحضر ستتعرض ستما بعد تجاوزات ما نعممش أنا ما نعممش ما قلت بعض المعاهم ما هي تجاوزات عنها مثلا نعطيك مثل بسيط محاولت مثلا محاولت مقايضة بعضة الامدة يتخلص التريمستر الثالثة ليهو ما قرهاش ولا نحجزو لك الوثاقة مثلا لهو ممنوع ونحن الوزارة ما ندخلوش في التعاقد المالي ما ندخلوش لكن الدخل هو وقت اللي تتمثل بيداغوجيا او مصلحة الدخل كي نقولك أنا ناروته في الحجر ويبلغني انك تقرر حتى عن بعد لا عن بعد حاج انا نحكي عن بعد ايه عن بعد ما شوفي أنا ثماش آثار على تكافى الفرص ما ثماش عليش عليش على خطر احنا أنهينا السنة الدراسية على ثلاثيتين قردتها من ناس كل حضورين ما هيك أو لا بيه بقي النقص بتاع ثلاثي ثالث في التكوين مش في التقييم في التقييم انتهاء تقيموا في التكوين بقوا على افتراض أنك كما قلت المعاهد الخاصة كملوا على افتراض مدارس الخاصة رأي نحكي علي قريب في صغارهم في المدارس الخاص واضح على افتراض أن البعض كمل البعض كمل رأوا ليكمل البعض رأوا يعود يقرأها العام الجاي وبنسددوه من السنة دراسية القادمة الفجوة اللي بقت بالنسبة للتلامذة العمومي الوزارة ملتزمة بالجانب المالي سويتوها الوضعية بمعنى انه نعرف لكلنا اللي صارتها شكية كبيرة من طرف الاولياء اللي يقولك ألزمتنا المدارس الخاصة متاع أولادنا باش نخلصوهم في التخزيمة خيميس خاطر يقولك أنا عندي دي شارج زيادة عندي معالمين وغيره باش ننخلصهم وذوه وكريه وغيره المسألة المالية كما قلت أنا رأي مربوطة بالمتعاقدة بالضبط احنا ما ندخلوش في تفاصيل لكن الدخل وكما قلتك وقت لي يصير احتجاز وطاق وقت لي يصير ما يضربت لامدة وكما قلتك رأوا بالفعل أنا من حبشهم وانيش تداخل في حملة تشهير رأوا ثم ممارسات من نوع هذي بلغتنا فيها تشكيات وأبعثنا التفاقدية العامة التفاقدية الإدارية والمالية ما عندكش الحق والتفاقدية تعمل تقرير رأوا تقرير من مقترحات في التقرير هي حالة المدرسة هيكة إذا التجاوزات كبيرة على اللجنة الاستشهارية الخاصة ترش ما أنا اللجنة الاستشهارية الخاصة هي لجنة قد تسحب منها الرخصة رأوا أنا زادا مقدر الوضع المالي اللي يمروا به يعني الحالات يتنجم وتسحبوا فيها الرخصة لبعض المدرسة الخاصة لا ثم تجاوزات محددة قانونيا واللجنة تقدر اللجنة تقدر وتقدم مقترحات للوزير وهو يقرر في نهاية طيب ونقدر أنا من ناحية أما أتأكدنا أنه تخزيم الخماس خلي مقرأوش الصغار اللي ابتدأ بش عاودوا يقرؤوا له كنس بالضبط بالضبط أنه فعلا يصير تكافى وفرص بين الناس معناها العام الجاي التلامذة الكل في العمومي ولا في الخاص بش يلقوا معناها فرصة لتدارك ما فاتهم في السنة الحالية بفعل الحجر الصحي العام هذا تعاهد من الوزارة وسننجزه بإذن الله فما زد في ما يخصت للمزة البكالوريا في القطاع الخاص البارح تم منعه من إجراء الاختبارات قلت في توضيح المزاييك أنه السبب هو اكتشافكم بعض تحقيقات عدم أحقية البعض لوجود تلاعب بالوثائق شنو التلاعب هذي وشنو الوثائق اللي تم التلاعب بيه التلاعب مثلا أعطيك مثال أعطيك مثال واحد مقراش مقراش سنة ربعية مقراش مقراش ولا قريت ريماسر واحد ومشي بشي عد ومهوش مدوبل معناه وجي بشي عد معندش الحق يقعد تلاعب بوثائق ثم تلاعب وقع قدش من شخص برشة البارح برح معات خاصة عنا حالات عنا حالات علاقل محبش أن نسمي الجهات عم علاقل لنا اللي مروا عليها الحالات اللي مروا عليها لليام الأخيرة يعني عنا سبعتاش عنا ثمانية عنا آرم كلهم تلاعب بالوثائق يكتسي صور مختلفة لا في صور مختلفة في صور مثلا مثلا تدليس محاضر جلسات بتاع ماجل السقس مثلا الإمضاع وضو أستاذهم ووش يقرر في القسم هكا خلاص مثلا يعني ساعات من الإدارة تلاعب بالوثائق وعلى فكرة لو نحكيش على إدارات إدارية فقط أحنا الملفات هذه أحلناها للقضارة هذه فيها جانب جزائي معناها تعدى القضار يعني يعني التدليس وتلاع يعني نجوه في مستوى معين تلميذ ما عنداش الحق ينجح ندلسول ندلسول أعداده ونجحوه ويتعدى للمستوى الآخر هذا مسار المدرسي غير سليم وإحنا حفاظا على مصداقية العملية التربوية وحفاظا على مصداقية شهادتنا وقت لينفقوا بهذا راهوا تأكدوا باش نعملوا الإجراءات لدي يعني حفاظا على البكالوري وعلى جدية شهادنا في الفعل معناها منجمش أنا واحد معناها وقع التلاعب في مسار المدرسي وتعدى من عام العام بدون وجه حق أو ما قراش عام وهم جاي بيلي على النقرية وعطينا النهوة أو صححت الله أستاذة بينظفرين صححت الله أو أستاذة هي ما قررتاش عامتها بالمرأة ولا السيد المدير كما اعترف بعض مديرين المعاهد الخاصة اعترف قال أنا أمضيت في عوض لساد تكلام هذا أنا أمضيت في عوض لساد معناها معناها مدير يشد في غياب لساد يمضي على أي عدد يمضي على أي تقدير ينجح شكون يحب ويدوبر شكون يحب يعتبر تدليس طبعا تدليس ما لشو دلس السيد تدليس وفيه جانب قضائي ثم حالات قد تنتهي إلى إغلاق معاهد خاصة ولا معناها إجراءات إدارية زجرية وإحالة بلفات للقضاء طيب احنا روما نفرحوش احنا كوزارة تربية يخي نفرحو وقت لي بينظفرين يتحرم تلميذة وتلميذة من إعداد الباكالورية طيب العكس احنا عملنا الجهد هذا كل والتضحيات هذا كل والعملية الثقيلة لوجستيا وماديا وبيداغجيا وتربويا وبشريا باش تلمذتنا يعدوا الباك ويفرحوا بأنهم نجحوا باستحقا أما كيصير تلعب يجبوا أن نوقفه